تمويل شراء البيوت من خلال شركات التمويل الإسلامي في أمريكا لقد عقد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا دورة كاملة حول تمويل شراء البيوت من خلال شركات التمويل الإسلامية وقد ذكر حكمه أو فتياه واجتهاده في هذه الشركات جايدنس، يو آي إف، ديفون بانك وأمين هاوسينج ثم بيّن أن التعاون مع هذه الشركات جميعا مشروع عند الحاجة والحاجة ما يتضرر بتركه والأصل أن الناس جميعا في حاجة لعدم توفر الكاش في أيديهم ولأنهم يتضررون بدفع أموال للإيجار تذهب سدى بينما نفس المبلغ يدفع من خلال برامج هذه الشركات فيحسب لك في أصول تملكك لهذا البيت فالأصل أن الناس جميعا في حاجة إلا أصحاب الأموال الواسعة والثراء العريض الذين يتمكنون من شراء بيوتهم نقدة وغايدنس UIF ديفون بانك أمين هاوسينج يجوز التعامل معهم عند الحاجة إن شاء الله وفقنا له إياك بهذه المناسبة قبل أن نتجاوز هذه النقطة يأتي من يقول لي يعني حلال بلال مئة في المئة يا أخي لا تضيق على المفتد أيضا لا تضيق على نفسك الحلال للبلال مئة في المئة إن شاء الله يجد في الدولة الإسلامية عندما تقام أما هنا نحن نتعامل بمنطق تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين ونتعامل بمنطق لا ينبغي لأحد أن يعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل له نور لا ظلمة فيه في ظل عموم البلوى وندر البدائل أو انعدامها نقبل أو نغض الطرف عن شيء من الدخل إذا لم يمكن دفعه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك جله فلا تبالغ في توقعاتك وتقول يعني حلال مئة في المئة يعني ليست مئة في المئة في بعض المشاكل التي قد لا يستطيع إخواننا القائمون على هذه الشركات أن يتحاشوها لوجود إلزام قانون يلزمهم بعض التلخصات التي لا يستطيعون لها دفع وأيضا قد يضعفون في بعض ترتيب عقودهم فيمررون مظلمة أو نحوه فهذا من الخير الذي فيه دخل لكن مرة أخرى لا ينبغي لأحد أن يعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل له نور لا ظلمة فيه وأعجب من هذا وأغرب يعني من يقولون هذه الشركات فيها شبهة طيب ما هو البديل عندهم عند الذين يتورعون من هذه الشبهات كما يقولون أن يذهبوا إلى البنوك التقليدية يخل منك التقليدي الحرم فيه مئة في المئة وهنا شبهة فقط فأنت تفر من الشبهة إلى الحرام أليس هذا بعجيب؟ المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار فلا تكن مثلها فلا تكن مثل هذا وليس لنا مثل السوء جزاك الله خيرا سؤال بعد هذا حكم إيداع أموال للمشاهدة